السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث عن حافظة المشاريع المتعلقة بتنفيذ مقتضيات القانون الإطار وصلنا إلى المشروع الثالث عشر إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي المشروع الثالث عشر يندرج ضمن المجال الثاني مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين انسجاما مع روح القانون الإطار يقوم المشروع الثالث عشر على المرتكزات الآتية اعتبار المتعلم منطلقا وغاية للنظام الجديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي وذلك باعتباره فاعلا نشيطا ومسؤولا عن تعلماته واختياراته الدراسية والمهنية المستقبلية ارتكاز هذا النظام الجديد على محورية المشروع الشخصي للمتعلم باعتباره سيرورة ذاتية ذهنية ووجدانية ونفسية واجتماعية جعل المؤسسات التربية والتعليم والتكوين في علاقاتها بمحيطها التربوي والاجتماعي والاقتصادي بيئة مواكبة للمشروع الشخصي للمتعلم جعل الفعل التربوي والتكويني فعلا مواكبة للمشروع الشخصي للمتعلم عبر إدماج بعد التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ضمن سيرورة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها ضمان استمرارية المشروع الشخصي للمتعلم عبر مختلف أطوار التربية والتكوين منذ نهاية التعليم الابتدائي إلى غاية الاندماج في الحياة العملية من الأهداف الخاصة والنتائج المنتظرة نجد أن هذا المشروع الثالث عشر يهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات وممارسات التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم المدرسي وتركيزها على المشروع الشخصي للمتعلم ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تطوير نظام الممرات والجسور ومساطر التوجيه المدرسي والمهني والجامعي من خلال مأسسة هذا النظام بين مكونات منظومة التربية والتكوين من تعليم مدرسي وتكوين مهني وتعليم عتيق وتعليم عالي ووضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير هذه المساطر كما يتوخ هذا المشروع أيضا تعزيز المواد المخصصة للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي كما وكيفا على مستوى التعليم المدرسي إذن المشروع الثالث عشر يتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي في الفيديو المقبل إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى المشروع الرابع عشر الذي يتعلق بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ألقاكم على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة